بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل طريقة الشرائح في بارت سيكس من شابتر سيكس للسلوب ستابلتي إحنا تعلمنا في البارت السابق إحنا خذنا الشريحة بتاعتنا وقلنا القوة المؤثرة عليها كلها الدابليو وعندي التي والإن دول بتوع اللي قدر يجبوني الشير سترانس بارامتر بتاعتي وفي هنا عندي الإي وفي الاس في شير وفي هنا إي وفي هنا كمان إيه إي وفي هنا إس وإحنا قلنا هنتكلم إن شاء الله على السويديش ميسود أو الطريقة السويدية اللي عن طريق في اللينيوس وهنا كل طريقة أو كل عالم من العلمة عمل تحليل مختلف للشرايح بتاعته إحنا شغلين بالطريقة السويسرية فهو بيقول لك يعني القوة دي كلها إيه هنهملها آسف مش الدابلي القوة اللي هي ما بين الشرايح وافترض إن هو الشريحة بتاعته أو الفيلير بتاعه عبارة عن سيركولر وهيبتدي يشتغل بمين بالمومنت فقط وده بنحسابها بالكالكولاتور مش محتاجة يعني برنامج في طبعا بقى البيشوب السيمبلفايد ده بتاعته ياخد بقى الإي آي والإي آي بلاس وان كولينيار ماشي ده بيشوب ده كان الف تسعمائة وخمسة وخمسين وقال لك الإكس آي الإكس جيز ناقص الإكس جي بلاس وان بيساوي زيرو أما الجي أس بكام بزيرو اشتغل بالسيركولر مومنت والكالكولاتور يشوب ميسود الثانية اللي هي الف سعمائة وخمسة وخمسين برضك افترض مين إي جي والإي جي بلاس وان أرمالهم كولينيار والجي أس بزيرو سيركولر واشتغل بالمومنت بس هنا اشتغل بالكمبيوتر وبالكالكولاتور وفيه أكتر من عالم فيه عندنا الاسبينسر والبيل والجامبو والسارما بس ده كلهم إحنا مش هنشتغل عليهم في القرص بتاعنا عشان دول خارج مطاق القرص لكن اللي عايز يتوسع في طريقة الشرايح ممكن يرجع للمراجع في أول القرص هلاقي الكلام ده كله مشروح بالتفصيل لكن إحنا اللي يخصنا السويديش ميسود اللي هي بطريقة مين في اللينيوس طريقة ببساطة خالص قلنا اتفقنا إن الجزء ده أو الأحمال أو الفرص اللي هنا اهملناها فبقى فيه عندي الوزن وعندي دولة القوة اللي هتجيب لي مين هتجيب لي الشير سترانس فاحنا لو تفتكر حللنا الوزن بتاعي لمين لقوة T وقوة مين N حيثو T بتساوي N أو W كوزاين ألفا والN بتساوي W ساين ألفا تعال بقى ناخد الشريحة ديت ونقول عندي الفاكترو في سيفتي احنا اشتغلنا بمومنت أدي النقطة بتاعتي هنا ودي الشريحة هيت وهنا وصلت اللي عندي فيه ايه في قوة جاية كده وقوة جاية كده دول بتاع الشير سترانس بتاعتي وهنا فيه عندي ال N اللي انت شايفها هنا هذه ال N ورد فعلها ال N بتاعتي عشان يبقى فيه اتزان فأنا يهمني دلوقتي ايه لأن ديت لو تلاحظ ان هي بتمر بمين بالمركز فمش هجيب مومنت لكن اللي هيجيب لي مومنت مين القوة T اللي انت جيبها اللي هي عبارة عن مين T في مين في المسافة بتاعتي R يبقى أنا لو عايز أجيب الفورس اللي هي او اللي بتعمل بتساوي مين T في مين في ال R أما الفورس اللي هي الريزيستانس بتساوي مين او المومنت الريزيستانس خلينا في المومنت الاول عبارة عن مين الشيري سترينس بتاعتي اللي هي عبارة عن الشيري سترينس C في مين في الارك زائد N 10 فاي بس الكلام ده كله بدرب مضروف في R بس دي بتاعت شريحة واحدة لو عايز أجيب الفاكترو في سيفتي هو عبارة عن مجموع اللي بيقاوم عندي اللي هو السي في الارك زائد N 10 فاي في R على سمميشن هم كذا شريحة سمميشن مين سمميشن تي في مين في R طبعا الار ممكن تتير مع مين مع الار وسمميشن C في الارك ممكن أقول إن هي عبارة عن C الارك دي زائد الارك دي زائد الارك دي زائد الارك دي ما يبقى كلها هيا الارك بتاعة الدايرة بتاعتي اللي احنا حسبناها في الطريقة السابقة عن طريق سيتا يمكن نقول C في الارك الكبيرة زائد سمميشن N 10 فاي على مين على سمميشن تي وده القانون اللي انت شايفه قدامك هنا عبارة عن سيف مين في الارك بلس سمميشن N 10 فاي دي بتاعة المسألة على سمميشن مين تي وكلام دوت هنبتدي نعمل فيه نعمله في جدول عشان الكلام يبقى واضح ما يبقاش كل شريحة نشتغل بيها على مزجنا وده هيبقى واضح إن شاء الله في المثال القادم بإذن الله شكرا